بعد البتاع اللي حراركم شفتوه ده بيتكلم عن الهند أنا بس عزيزة أقول لكم الهند معضلة أكبر مما تخيل أكي موقف في البتاع ده أكي موقف معضلة أكبر مما ممكن حراركم تتخيلوا يعني الناس بتدرس سوسيولوجي أو علم اجتماع وعلم سياسة وكلام زي كده دايما يقول لك أيا بس الهند ده حلاء مستخدم يعني حلاء مختلفة شوية فهد يعيزة لها قواعد أخرى علشان نتفاهم معا بس الحقيقة فيه ناس كتيرة جدا استفادت من تجربة الهند وأنا بقول لحضراتكم اللي بيقرأ عن تاريخ الهند وإزاي هم النهاردة في الوضع اللي هم فيه يقول فيه سر ما موجود عندهم بيكسبوا من القدرة على أن هم يستمروا يعني واجهوا الصعاب ويقعوا ويقوموا ويقعوا ويقوموا لكن في النهاية بسيطة نمو ماشيين فيه اتجاه إجمالا نقدر نقول عليه اتجاه إجابي سعدني وشرفني أن نكون معي صديق عزيز وشخص أنا سعدت بأن اتعرفت عليه بعيدة عن البرنامج خالص فيه يعني محفل أكاديمي حقيقي وسمعت كلامه وشفت إزاي هو بيحاول يساعد مصر من غير ما يعني يدخل في شؤونها وبالتالي قلت يبقى رائع أن احنا كمصريين نسمع من أصدقاء لينا في الهند عن إيه اللي ممكن نتعلموا منهم لأنه بالفعل عندهم حاجات كتير تستحق أن احنا نتعلمها مش بس في الديمقراطية ولكن في ضبط الزيادة السكانية في التفاعل مع العالم الخارجي في نقل التكنولوجيا إلى آخره معي معالي السفير السيد نافديب سوري سفير الهند والقهد مساء الخير نساء نور شكرا جزيلا عفوا حضرك تتحدث العربية يعني أنا سوهاول لأن لغتي مهدودة مكسرة شوية بس إن شاء الله نشوف نساعد بعض أخذ بعض المساعدة منك ده رائع السفير السوري جاء مصر الأول سنة 84 بغاية 87 اتعلم لغة عربية في الجمعة الأمريكية بالقهرة وهو ده يعني نقول إيه الحصيلة اللغوان أكبر حصل عليها ساعتها فلا أولي سؤالها سألوله أقول له حضرتك ما الفرق بين مصر في الثمانينيات ومصر التي رأيتها الآن يعني أنا رجعت إلى مصر بعد 25 سنة كنت هنا من 84 ل87 رجعت لما ترقى في أي مكان بعد 25 سنة طبعا في تغيرات حتى في نيو ديلي في تغيرات صحيح في مصر من جانب واحد يعني نشوف تقدم كبير في تقدم سنائي وتقدم في اقتصاد وأسواق وسيارات كثيرة وكلو في كمان زحمة وفي كمان بعض الأشياء اللي ممكن نقول في تجاه آخر تغيرات بس الشيء المهم بنسبة لي أنا إن شعور الصداكة تجاه الهند وتجاه الهنود موجود بنفس التاكة بنفس الكوة طب دراء أعداف حد ذاكة بحينا بنغيرتش ده ممتاز حاسس إحنا النهاردة أكثر ثقة في نفسنا يعني confident والأقل حاسس إحنا عندنا أمل في بكرة hopeful about the future أكتر والأقل حاسس إحنا عارفين إحنا رايحين فين أكتر والأقل من 25 سنة فاتت يعني طبعا المرهلة الانتقالية في ظروف صعبة شوية نفهم الظروف بس بالشكل دكيك ليس من المناسب لشخص ديبلوماسي من طولة صديقة اللي تعلق على شؤون داخلية مصرية الله أنك راجل أمين أنا متخانم شخص تكلم ليه لأنك خلق علينا شوية طب خليني أبدأ ب لو إحنا عايزين نتعلم من الهند إنت أحنا مش هتقولها في صورة نحن متعلم أنا اللي بقول نتعلم فإنه هو حقيقة الهند دولة كبيرة مليار 200 مليون بنتكلم عن تعقد في البنية الاجتماعية إحنا نتكلم عن أديان متنوعة جدا في أغلبية للهندوس 80% بس في مسلمين 4% في سيخ 2% في يعني بوزيين مسيحيين في 3% في وعد في المية إذن الأمور معقدة في كمان بنية نقول إيه يعني فيودل يعني إقطاعية في مناطق كده كأنها مغلقة على نفسها مش منفتعة على الدولة في بنية لا شك أعقد كتير جدا 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 من موجود في مصر ومع ذلك الهند وان بيس قطعة بعد وبتتحرك ككيان ضخم بس متماسك إسر الهند زي فيل فيل كيموا المخرج بتاعنا كما بقول لي إيه لأفضل أفضل أفضل في الهند فالفيل الهندي يعني أنا في رأيي ليس هناك أي إمكانية أخرى إلا ديمقراطية في الهند يعني النظام الديموقراطي في الهند ضروري لوجود الهند كدولة لأن الهند دولة كما قلت متنوعة جدا نعم متنوعة يعني من ناحية شخصية أنا عارف ثلاث لغات هندية هندي، پنجابي ووردو أنا عارف شوية انجليزي وشوية فرنسي وشوية عربي لما أسافر إلى وأنا من منطقات پنجاب في شمال الهند لما أزور منطقات تاملنادو مثلا أو كرلا أو ولايات في جنوب الهند أنا لا أستطيع أن أقرأ كلمة واحدة لا أفهم كلمة هذا درجة التنوى في الهند فإذا ممكن نأخذ الديانات واللغات والثقافات مختلفة مع بعض إلا عن طريق نظام ديمقراطي في الهند دائما نقول أن كو اكزسٹنس آف ملتیپل آئدنٹی يعني أنا التعيش بين هويات مختلفة مختلفة في نفس الوقت في نفس المكان يعني في بيتي أنا ممكن أكون من ديني سيخ من لغتي وثقافتي پنجابي وفي الخارج هندي فليس هناك أي كونتردكشن بين ثلاثة أنا يعني هذا رأي شخصي أن النظام الديمقراطي أساس الهند كدولة هديثة نجيب محفوظ قال دائما ما تقترن لذة المعرفة بمرارة التجربة المعرفة بمرارة التجربة المعرفة بمرارة التجربة المعرفة بمرارة التجربة اوكي كيف حصلتكم ازاي وصلتم لاستنتاج انو مش هنقدر نعيش مع بعض إلا بالديمقراطية دائما نشكر الكتاب عاملين للدستور الهند الاباء المؤسسين للدستور الهند معنا دستور من 1950 يعني صار 64 سنة ونستمر على طريق ديمقراطي لأن في الدستور عندنا شيئات مرونة مرونة وأيضا نشكر شخصيات بارزة في مرحلة يعني مرحلة صعبة صعبة ما بعد الاستقلال في البداية في البداية صحيح نا وهي شخصيات زي مهتما غاندي ونهره صحيح أصلاً جوهر للنهره كان شخص ديمقراطي في تربيته وغانديا أيضاً يعني مرحلة مرحلة صحيح بس هنا لازم أرجع لهؤلاء لأن احنا في لحظة تأسيسية أو يعني احنا بنأسس لدولة جديدة وبنفسي أنها جمهورية جديدة وكلام زي كده فلازم أرجع لنهره وأرجع ل يعني حتى أنا في حياتي بقول أنت عايز تنعب دور غندي ولا دور نهره غندي الأب الروحي المفكر الفيلسوف صاحب الأفكار النيرة راجل مخه في السماء ونهره وراجل رجله على الأرض بياخد الأفكار الكبيرة دي بيحاولي تطبقها على أرض الواقع وأوالآخر أنا مش هتقولك مصر فيها يا شبش هتكلم عن مصر بس هيا لأي مدى دول الناس مهمين ولأي مدى احنا محتاجين في مجتمعات تانية بمفال المجتمع المصري في العراق وفي ليبيا وفي اليمن والله أعلم إحنا برضو إحنا بنزعم إحنا في وضع أفضل إنه إحنا فعلا عندنا مشكلة إنه إحنا أتلنا رموزنا إحنا النهاردة لا يذكر اسم حد كبير أو صغير في السلطة ولا برا السلطة إلا وتجد هجوم أكيد ده ما كانش اللي موجود أيام نهره وأيام غندي يعني صحنا إلا كنت غلط يعني دور نهره خاصة في مرحلات في بداية الجمهورية الهندية كان مهم جدا لأن حزب المؤتمر كان حزب الحاكم لفؤون الحاكم تلتين سنة مثلا لتلتين سنة متواصل بس بديموقراطية بديموقراطية فإذا في الانتخابات يفوس في كل الانتخابات أكتر من مرة ولكن كان موجود إمكانيات لأهزاب أخرى لحصول على الكوة للسلطة لذلك الانتخابات لذلك الانتخابات كان موجودا البديل ده خندامة موجود أيوة إن ممكن أنا خسرت هذه الانتخابات بس في عندي إمكانيات في مرة أخرى اللي هصل على السلطة ممكن أفوز إيه الخطاب يعني اللي كان بيستخدمه هؤلاء مغاندي أو نهروا لإقناع المجتمع بإنه بلاش عنف نوع لفايلانس ياس فور ديمقراطي ياس فور اسبكت إيه نوع المسجيز اللي كانوا بيدوها الرسائل يعني لازم تشوف آآ تاريك آآ حركة الاستقلال آآ في الهند ورسالة غاندي آآ ضد اللونف أو ضد اللونف صحيح رسالة للاونف آآ آآ وكلم أكتر من مرة آآ وبدأ من جنوب أفريقيا آآ يعني إنا دابعا في وسائل أخرى بس الوسيلة المفدلة لي آآ استقلال أو لي هصول على أي أهداف هو اللونف اللونف آآ إنه أفضل بديل أفضل بديل من البدايل اللي موجودة آآ هذا لا يعني إنا ليس لدينا آآ آآ في الهند بس الرسالة بتا غاندي موجودة في جذور آآ 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 وآ آآ وآ آآ آآ دائمن اٹ رمائنز آآ 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 انا هناكا طريقہ أفضل من الونف آآ 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 باد ما کل المشاكل یعني أنا من ولاية پنجاب وآ خلال تمانينيات آآ 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 كانت مشاكل كبیدہ في ولاية پنجاب بين جزء من السيخ اللي كانوا يريدونا استقلال أو دولة مستقلة اسموها خالستان والحكومة المركزية في فترة ميسيز اندراغاندی بس على الرقم من كل مشاكل وفترة تقریباً عشر سنين من الإرهاب الآن لا نفكر عن مشكلات پنجاب اللي كانت مشكلات بارزة كلام الثمانيات وبداية التسينات فلماذا؟ لأن الحكم ودستور يسمح بمسالها والآن نستطيع أن نتكلم عن دكتور منموهن سينغ من السيخ رئيس الوزراء لدولات مليار ومئتين مليون وهو مثلا 2% السيخ لكن هو كان الأبرز هذا السكان هذا السكان نعم فهذا ممكن بالسبب الديمقراطي لا وعبدو الكلام كان رئيس الهند وكان من المسلمين كان من المسلمين وسونيا غاندي رئيس الهزب الحاكري مسيحية مسيحية أصلاً من اتاليا من اتاليا وسوشمس وراج هندوسية ورئيس الهزب المعرض في برليمان نعم فكل الإمكانيات موجودة بسبب النظام الديمقراطي لأن دستور الهند يشجح فكرة مختلفة شوية صحيح لا انا اسمح لي اقول حاجة بالعربي لأصدقائي المشاهدين هي دي ما تقولها زمان كان بتتقالك قالها واحد اسمه أنتوني جيدنز مش مهم التفاصيل يعني يقولك أن الأمم لما بيكون في فترات تقدم بتوسع دايرة نحنه وبتقلل دايرة هم بعبارة أخرى بيبقى إحنا يعني شوف في حضارات المسلمين زمان كتبصت لقي عندك مش عارف مين يهودي مبدع ومش عارف مين وزير مسيحي ومش عارف مين ينتمي كتب الحضارة بتتسع وبتستقبل المختلفين معاها في الدين وفي الرأي وفي التوجه وشوف أنه كل ده بيطلع لك بدل القماشة بيقول لها سهودة لا فيه ألوان وفيه تفاصيل وتقالك نسيج جميل متماسك يقدر يشيل البلد لقدام هو السفير السوري معالي السفير السوري بيقولك نفس حكاية بيقولك أنا عندي لحظة عشنا فيها مع بعض في الهند قررنا أنحنا نعمل دستور يستوعب الجميع النهاردة عندي رئيسة الحزب الكونجرس الحزب الأغلبية النهاردة في الهند من أصل إيطالي أساسا المسيحية من أصل إيطالي والمسيحيين هناك حاجة 4-5% رئيس الجمهورية السابق كان اسمه عبد الكلام ده كان راجل من أصول مسلمة الرئيس الوزراء من مهان سينج ده من أصل سيخي السيخ ده رح على 2% من وكان فيه بينهم بعض خلافات وخناعات وما يعني ما يشبه احتراب أه لكن في النهاية كلهم قرروا نكون هنود أولاً وأي اعتبارات أخرى تأتي ثانية يعني في نهاية أخرى إنه طبعاً ممكن نقول إنه الهندوس 80% يعني عندهم أغلبية كبيرة صحيح بس من نهاية أخرى كل الناس من أقلية لأنه ممكن تكون هندو في تامل نادو من نهاية دينية أنت من أغلبية بس من نهاية اللغة أنت من أغلبية أه يعني ممكن تكون هناك بتتكلم لغة الأقلية رغم أنك أنت بتدين بديانة الأغلبية بزبت فمعنش عنده إحساس بالاستعلاء أو بالقوة في راجعة الآخرين الضعفاء فمن الضروري روح الحلول الوسط وال اللي أنا ليس هنا هجاء أي أغلبية كبيرة صحيح مفيش حد وفيش أغلبية يونه طب هل سأرح ليك سؤال هل في حزب كل أعضاؤه ينتمون لديانة واحدة فقط لا ممكن أول هزب أقالي في ولاية پنجاب موظم هم من السيخ ممكن أول هزب بي جي پي بھارتية جنتا پارتية موظم هم من الهندوز ممكن أول بس كمان عندهم بعض الجوما من المسلمين وبنسيخ فحالة ضروري لأنه لا تستطيع أن تفوز الانتخابات في دولة متنفذة زي الهند من نظرية أو من ناهية دايكة صحيح ماشي صحيح تبتزم فقط لا أعرف حالك ده اللي الناس بتعمه الناس إصلاح لدرسة الديمقراطية قالت اللي حالك بقوله اسمها التأثير الاعتدالي للديمقراطية أنت ممكن تبقى متطرف في أفكارك بس مدام نازل الانتخابات فأنت لازم تيجي نحية النص علشان تقدر تكسب أصوات ناس بتعرضك لازم تحكم من الوسط من الوسط بالزبط كده ممكن تبقى يمين الوسط شوية يسار الوسط شوية بس الفلوسط ممكن بيكون يمين أو يسار لما كنت في معرضة صحيح صحيح تحكم لازم تبقى في موسط بالزبط ولا تقلبها حرب أهلي صحيح طيب مش عايز نتكلم عن مصر إحنا دي حرج وأنا أي يعني أنه ده مش هيبقى مكان مناسب لكن في مجتمعات طلع مصر براها بيبقى ده صعب فيه أنه اللي بيوصل للسلطة بيتصور أنه هو يملك من حيث هو سواء في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار أنه يدير السياسة المشهد السياسي من غير ما يقدم حلول وسط ولا يقدم تنازلات ولا زي احنا كان بقول إيه من غير مساومات من غير ما يفاصل مع الأحزاب التانية يعني بالتعبير المصري طب ده معنى إيه معنى بيأتي للديمقراطية يعني هذا كان ممكن في فترة المادية بس أنا في رأيي شخصيا في فترة مقبلة بسبب الإنترنت يعني وسائل التكنولوجية معلومات معلومات النزام ده مش سستينبل غير قبل الاستدامة غير قبل الديمومة فأعتقد أنه التكنولوجية هتجيب التجييرات فيه صحيح وهتجبرك أنك تروح للنص بردو يعني هتجبرك تجو 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 تجنور بشوف تنزانيا وكينيا وسنغال وغانا يعني عندهم ديمقراطية جيدة صحيح بس يعني هل ممكن نتصور ده من عشرين سنة؟ نا صحيح يعني ممكن تزور ده إسلام تنزانيا بشوف اثنين أو ثلاثة من رؤوساء سابقين سابقين عايشين موجودين موجودين مش في السجن ومش في المستشفى ومش في القبر طيب خلاني برد نتكلم بعيد عن مصر نقول ما يسمى بالاراب سبرينج الربيع العربي وفي ناس في مصر أصبحت على يقين بأنه ده يعني جزء من مؤمرة كونسبوريسي انتعف Our family name All our grand Our family name is conspiracy احنا دايما عندنا اتخذ في مؤمرة ما في دور كاطع يبقى العطاء يبقى كيد في مؤمرة شايفين أنه الاراب سبرينج ده أو الربيع العربي هو مؤمرة ضخمة على المنطقة لعادة تفتتها وعادة تشكيلها وإلى آخر من منظور الهندي من منظور الهندي كدولة هل هي شايفة أنه فعلا هناك من يعبث بالمنطقة ولا هي ميس مانجمنت سوء إدارة من قبل اللي كانوا بيحكموا لهذه المناطق والناس انفجرت يعني هنا كنا نتكلم عن شؤول الشعب لديموقراطية لسلف ديترمينيشن أو تقرير مصير تقرير مصير لذالك أقول أنه نزام غير ديموقراطي ممكن تستمر لفترة بس هايكون صاب في المستقبل لأنه الاسپيريشن التبكوات بتاع الشعب غيرت لذلك كما قلت الجينيشن خلال الجن العفريط طلع من الإزازة فخلاص وشتفترك هوا تاني طيب برضو ده بينقلني النقطة تانية فيه في الهند في مظاهرات سواء لأسباب تتعلق بعمال في مصنع أتباع ديانة طلبة في مدرسة طلبة في جامعة ومرة تانية نتجلب الكلام عن دولة في الشرق الأوسط بذاتها إيه للعادة بيحصل من القائمين على السلطة الحكومة أو في إدارة ولاية من الولايات إلى آخره في مدرسة في دولنا يعني بتقولك تجاهلهم ignore them يعني علشان يعني don't give them too much power يعني if you listen to them لما تتكلم معاهم وتدلهم بتاعه يبقى يتنفقوا ووالا آخر وفي مصنع بيقولك لا لازم يكون فيه communication لازم يكون لازم يكون هبار لازم يكون فيه حبار لازم يكون فيه حبار لأن إذا إذا لم تكن أي محاولة لألاج المشكلة it'll get worse هتسوق صحيح ما كانش فيه محاولة لعلاجها هتسوق هاي فكرة تكليدية من مدرسة مختلفة إن أبو الدولة الأب الأب هو اللي منفاش حد يعرضه ولا ينقشه بس في مقارنة بشور الديمقراطية إذا نتكلم عن نظام ديمقراطي فعندوهم حقوق وعندوهم مطالب مطالب ولازم نتكلم عن طريق الهبار نشوف أي اللي مكبول أي اللي مناسب وإي اللي مش ممكن يعني لماذا عندكم أو عندنا نقابات والتحادات عملية هناك دائماً هبار وفيه يعني إمكانيات إنه الهبار لن هتنجا هينجا وممكن يفشل وممكن حتى المصنع يسكل يتفل يتفل هذا كله كل الإمكانيات موجودة بس على رقم من المشاكل لازم نحاول يكون فيه حوار نحاول الهوار ونشوف إذا كان ممكن نصل على خل ميوتشولي اكسبتبل يوافع للطرفين طيب أنا مرة أخرى منعسف لي لغتي محدودة لا 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 أنا فاهم وأعتذر عن اللغة وبحدودة بس طريقة لا أنا أنا شخصا يعني فاهم ليه بيقوله ومتالي حضراتكم كمان متابعين معنا الحوار هنأخذ فاصل بعد الفاصل هرجع أسأل معالي السفير سوري سفير الهند بالقاهرة هو الثين في تاريخ الهند أو يعني في أنهي مرحلة كان عندهم موضع شبه اللي إحنا في دلوقتي في مصر وإيه اللي عملوه عشان يطلعوا منه وهي هسأله بقى عندهم انتخابات بالمناسبة جاية قريب جدا خلال أسبوعين شوفوا ما بيعملوا الانتخابات دي إزاي إحنا نتكلم عن ده مئات الملايين من الناس في حتزة صوتها في الانتخابات وعندهم تجربة المكينات مكينات التصويت يعني في حاجة تلقى وممكن نتعلمها منهم بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا